بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا هذه مجموعة من النصائح أيها الأحبة أوجهها لمن مات ابنه كيف تفرحه في قبره ما هو مصير الطفل الذي لم يبلغ الحلم إذا مات كيف ينعم هل يدخل الجنة ماذا لو عاش وكان صالحا أليس الأفضل له لماذا توفاه الله في هذا العمر ماذا ينبغي على الأب أو الأهل أن يفعلوا في مثل هذه المصيبة أيها الأحبة أول شيء دعوني أذهب معكم إلى القرآن العظيم الله تبارك وتعالى يقول يخاطب كل إنسان مؤمن كل من آمن بهذا الإله العظيم وأحبه لابد أن يبتليه لابد من البلاء أيها الأحبة ليميز الله الخبيث من الطيب نحن إذا كان لدينا جهاز لدينا أي شيء معدن نخضعه للاختبار لنختبر قدرة هذا الشيء على التحمل فكلما كانت قدرته أكبر كلما ماذا كان أفضل يعني معدن الذهب عندما نعرضه لظروف كيميائية حموض أي شيء ظروف كيميائية ظروف بيئية صعبة نجد أنه يتحمل لذلك الذهب قيمته عالية على عكس الحديد الذي يصدأ ويطلف بسرعة إذن الله عز وجل يريد أن يبتلي من يحب وليس من يكره لأن الإنسان الكافر أيها الأحبة الذي ابتعد عن الله ورفض منهج الله سبحانه وتعالى مثل هذا الإنسان يتركه الله وشأنه نس الله فنسيهم أما أنت ما دمت تقول يا رب لابد أن يبتليك الله لابد أن يختبرك لتنال جزائك يوم القيامة بشكل عادل إذا دخلت الجنة الله تعالى يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم طيب كيف تصبر إذا لم يكن هناك بلاء كيف تصبر إذا لم يكن هناك مصيبة الله تعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر ماذا يقول الصابر الذي يبتلى بفقدان ابنه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أيها الأحب انتبهوا معي القضية قضية مصيرية أبدية ليست قضية عملية جراحية تنجح أو تفشل أو يعيش المريض أو يموت لا القضية قضية أبدية إما أن تكون في الجنة خالدا فيها أبدا أو في النار خالدا فيها أبدا لذلك أول شيء يجب على الأب والأم والأهل إذا فقدوا ولدا أن يقتدوا ويلبوا الأمر الإلهي إنا لله وإنا إليه راجعون هذه أعظم كلمة تقال في حالة المصائب لتثبت أنك نجحت في الاختبار عندما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون تتذكر أن ابنك رجع إلى الله وبالتالي أنا أيضا سأعود إلى الله ذات يوم ولكن الله أخر أجلي لحكمة هو يعلمها وأخذ هذا الولد لحكمة هو يعلمها أيضا ربما سيكون كافرا ربما سيكون لاهيا ربما سيكون من أصحاب النار وإنا أخذ بالله لذلك الطفل دون البلوغ إذا مات طبعا ليس عليه تكليف وليس عليه حساب وبالتالي سيكون إن شاء الله من أهل الجنة وهو أعلم به سبحانه وتعالى فهذا الغلام مصيره في الجنة إن شاء الله ونحن طبعا لا نستطيع أن نحدد مصائر العباد الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولكن نحن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الطفل في الجنة طيب الأب يتساءل طيب لماذا أخذ الله ابني يعني كنت أنا سأفرح به سيكبر أمام عيني إلى آخره أخي الحبيب والله أنت لو طلعت على الغيب لاخترت الواقع لو أن الله أطلعك ماذا سيحدث في المستقبل ستكون قناعتك بالواقع مئة بالمئة لذلك ريح نفسك واعلم أن هذا الإله عليم بشؤون عبادي خبير بمستقبلهم فالله اختار له هذا المصير لحكمة هو يعلمها فهذه الحكمة أنا بالنسبة لأجهلها ولكن أنا مأمور أن أقتنع وأرضى ولا نقول إلا ما يرضي الرب القلب يحزن ولكن نحن نرضى بقضاء الله سيد البشر صلى الله عليه وسلم فقد ابنه إبراهيم وفقد أبناء كثيرون أيضا أبناء وبنات ولكنه لم يكفر لم يقول يا رب لماذا أخذت ابني كان يرضى بقضاء الله نجح في الاختبار لذلك نجد أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد أذن أو مصيبة أو أي بلاء إلا تعرض له هذا النبي فالأنبياء هم أشد الناس بلاء والله إذا أحب العبد يبتليه لماذا أخي الحبيب انظر معي إلى هذا المثال البسيط لنفرض أنك ستكون في منصب كبير في شركة معينة هل تظن أنهم يعينون أي شخص هكذا عشوائيا يأتون به من الشارع ويضعونه في منصب مهم مثلا مدير عام لشركة رأس مالها المليارات مثلا سيبدد هذه الثروة سيفشل هذه الشركة فيخضعون هذا الرجل لاختبارات اختبارات في اللغة اختبارات في الذكاء اختبارات في تحمل ضغوط العمل ألم تسمعوا بهذا الاختبار اختبار تحمل ضغوط العمل كم ساعة لديه قدرة أن يتحمل كم معلومة يستطيع دماغه أن يعالج في نفس الوقت كم يستطيع أن يصبر كل هذه اختبارات لينال بها مرتبة عالية وهذا أمر بسيط في الدنيا طيب كيف بمن وعده الله بجنات تجري من تحتها الأنهار جنات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين طيب هذا المتق ما هي صفاته الذين ينفقون في السراء والضراء يعني حتى وأنت مضرور وأنت حالك ضيق تنفق ولو القليل حتى وأنت فقير معدم أنت تنفق ولو القليل في السراء في المسراء وفي الضراء في حالة الضرر والضيق والكاظمين الغيظ طيب كيف سيعلم الله ما في قلبك وهو أعلم طبعا ولكن ليعلمك أنت لتقيم أنت الحج على نفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة إذا لم تتعرض لأذى الآخرين فتصبر إما أن تصبر أو تغضب وتشتم وتسب وتنتقم ويمتلئ قلبك بالغل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس التسامح انظروا إلى أهمية التسامح والعفو أيها الأحبة كم مهم والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إذن أنت أخي الحبيب إذا فقدت شيئا من نفسك نقص في الأنفس أنتم أربعة خمسة ستة نقصتم واحدا هذا نقص الأنفس أو نوع من أنواع البلاء يسمى نقص الأنفس أقول إن لله وإن إليه راجعون أضمن أن أكون من الذين قال الله فيهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة صلوات يعني سكينة دعاء طمأنينة فعلا هذه الكلمة تريح الإنسان وهذه الكلمة أيها الأحبة يجب على المؤمن أن يقولها في كل شؤونه حتى في حالة الرخاء يعني لا تنتظر حالة الشدة والبأس والنقص والجوع والفقر والخوف حتى تقول لا دائما يجب أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون طيب هذا الطفل الذي توفاه الله لماذا أخذه دون غيره ما هي الحكمة طيب يوجد غيره كثير من الأطفال ومنهم من سيكون كافرا لماذا لم يأخذه هنا حكمة الله عز وجل أيها الأحبة قد يكون ذلك رحمة بالأبوين قد يكون الأب صالح أو الأم صالح أو كلاهما صالح كما في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا الغلامين الذين أراد الله أن يكبر ويستخرجاك أنزهما رحمة من ربك بسر صلاح الأبوين فربما أخذ الله هذا الولد رحمة بك أيها الأب إياك أن تكفر أو تجحد أو تلوم أو تشكو الله لعباد الله تقول لماذا أخذ الله ابني لا 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 هو أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم فعندما أخذ الله هذا الولد ثق تماما أنه رحمة به وبك طب لماذا اختاره هو أعلم والله يخلق ما يشاء ويختار ولو اطلعت على الغيب لرضيت بالواقع واخترت الواقع أنت يعني أنت كنت ستختار أن ابنك يفارق الحياة في هذه اللحظة لو اطلعت على الغيب ماذا سيحدث في المستقبل لذلك أخي الحبيب هذا الطفل الذي أخذه الله طبعا هو طفل بريء لم يجر عليه القلم لم يكلف بعد لذلك هذا الطفل في الجنة إن شاء الله وهو ينعم في قبره الآن يعني عندما يتوفى الله الطفل غير المكلف دون سن البلوغ ملائكة الرحمة تأتيه بأبهى الصورة وتلاطفه وتلاعبه طبعا نحن لا نرى ذلك ولكن الله أرحم بعباده عز وجل تلاطف هذا الغلام تلاعبه تقول له انظر هذا مقعدك من الجنة وكل إنسان طبعا سيرى مقعده من الجنة عندما يموت تبشره برحمة الله ومن الممكن أيضا أن تبشره بمصير أبويه أيضا سيكونان في الجنة بسبب صبرهما على هذا الأمر على هذه المصيبة أو هذا البلاء فهذا الطفل في هذه اللحظة سيكون في سعادة كبيرة جدا لا يريد شيئا من الدنيا بعد أن رأى هذا النعيم ماذا يريد من هذه الدنيا التعيسة أنت لا تعلم ما الذي ينتظره من كوارث من حروب من مجاعات من مشاكل من ضيق عيش لا تدري من أمراض لا تدري أنت لا تدري أخي الحبيب لذلك من علامات الإيمان العالية أن تسلم الأمر تماما لله نبي عليه الصلاة والسلام كان كلما نام سلم أمره لله قبل النوم يقول اللهم إني توكلت عليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك يا رب أمري مشاكلي همومي أنا فوضتها بين يديك وأنت تفعل ما تشاء هذا هو النجاح في الاختبار أما من يجلس ويصرخ ويقول ماذا فعلت لله حتى يفعل بهذا هذا طفل ما ذنبه لماذا لم يأخذ فلان أخذ ابني لماذا لماذا هنا الشيطان يبدأ بالوسوسة ويبدأ يحاول أن يفشلك في الاختبار يحاول أن يجعلك تخسر كما خسر هو من قبل هذا الشيطان ليدخلك جهنم معه ولياذ بله لذلك أنت لا تستمع لوسوس الشيطان دائما قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه كما علم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطفل أخي الحبيب هو ينعم الآن طيب أنا كيف أفرحه بالعمل الصالح لأن يعني ابن آدم إذا مات أخي الحبيب انقطع عمله وهذا الطفل لم يجر عليه القلم وليس عليه حساب ولكن أعمال البر تنفعه وتصل إليه وأنت تأخذ من الأجر تماما مثل أجر هذا الغلم الصدق تنفعه قراءة القرآن تنفعه أعمال البر تنفعه إنسان يطلب منك مساعدة وأنت قادر أن تلبيه فقل يا رب أنا سألبي فلان وأساعد فلان رجاء أن ترحم ابني رجاء أن تكرم ابني إذا قرأت القرآن تذكر ابنك وقل هذا الغلام أسأل الله أن يكرمه وينعمه ويجعله في أعلى مراتب في الجنة مع نبينا عليه الصلاة والسلام وأن يجعله شفيعا لي يوم القيامة لأنه سبقك إلى الجنة يعني الآن هذا الطفل موجود في الجنة وينتظرك وقد يكون موت هذا الطفل صلاح لأبويه يعني الأب قد بعد فترة يطغى يعني انظروا إلى قصة الخضر أحبتي في الله أود أن أستعرض بسرعة هذه القصة فيها ملامح إعجازية رائعة جدا عندما قتل الخضر ذلك الغلام سيدنا موسى لم يتحمل هذا المشهد قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا وسيدنا الخضر هنا ماذا قال له من قبل قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا لم يخبرك أحد بأسرار هذا السلوك الذي أنا أقوم به فلا تستطيع أن تصبر وبالفعل لم يصبر على الرغم من أن سيدنا موسى انتبه وكلم الله موسى تكليما كلمه الله وسيدنا موسى أوتي من العلم الشيء الكبير جدا لدرجة أن الله كلمه كان على مستوى عالي من العلم على الرغم من ذلك لم لم يستوعب الحكمة من هذا العمل فاعترض على الفور لأنه لو فهم الحكمة لم اعترض فهنا سيدنا الخضر جاء ليعلمه وليقول له كما قال تعالى وفوق كل ذي علم علي فقال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة أراد الله أن يبدلهم يبدل الأبوين خيرا منه بولد صالح طيب إذن أنت خسرت ولد ولكن الله أبدلك خيرا منه إذن القضية هنا أخي الحبيب لو حسبناها كقضية اقتصادية أنت خسرت شيء أصلا هو فاشل وخاسر ومن أهل النار ولا ياذب الله وسيطغيك يأخذك معه إلى النار وأعطاك الله ولدا صالحا بارا بك هذا أفضل من مليون ولد عاق قد يكون عاق لأبويه يعني أنت قد يكون هذا الولد عاق لك في المستقبل أنت لا تدري فأبدلك الله خيرا منه وبالتالي هذا الولد رحمه الله وأدخله الجنة أيضا أيضا هو في الجنة إذن الرحمة شملت الغلام وشملت الأبوين وشملت الولد الجديد الذي سيرزقان به لذلك أخي الحبيب لا تقول ما الذي فعلته ليضيق الله رزقي ليأخذ ابني ما الذي فعلته لأبتلى بهذا الأذى لأبتلى بهذه الزوجة لأبتلى بهذا الخوف لأبتلى بهذه المصائب بهذه الأمراض لا يا أخي الدنيا ساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة الدنيا مدتها ساعة واحدة فقط من ساعات يوم القيامة هذه الساعة أرادك الله أن تبتلى بها كما ابتلي النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إلى الله يعني تصور أن النبي حتى اليوم يؤذى حتى اليوم انظروا إلى الرسوم المسيئة انظروا إلى من يتهم النبي في عرضه وفي شرفه وفي عقله الآن الآن وأنا أتكلم معكم هناك من يستهزئ بالنبي من الملحدين كل هذا بلاء يعني حتى بعد موته النبي مبتلى صلى الله عليه وسلم وهو لم يرد إلا الخير للناس جاء ليعلمنا الخير ليضمن لنا الحياة الهادئة المستقرة إذن أخي الحبيب باختصار كل أعمال البر ثق تماما أنها تصل لابنك الدعاء يصل قراءة القرآن تصل مساعدة الآخرين حتى إذا عفوت تذكر ابنك كلما دعتك نفسك للغضب أو لي أن تعمل شيء يعني فيه انفعال أكذم هذا الغيظ وأعفو عن الناس وقل عسى الله أن يعفو عني وعن ابني وثق تماما هذا الثواب سيصل إن شاء الله إلى ابنك الشيء الثاني يجب أن يكون لديك رضا كامل بقضاء الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضينا يوم لقائه وأن يرضينا في هذه الدنيا حتى نلقاه وهو راضي عننا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته